السلام عليكم شباب الصف الثاني العدادي وصلنا مع بعض الاختبار تركومي رقم ثلاثة حتى الدرس الثالث الواحدة اللولى أول سؤال يقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاعة ها المجبة اتحاد ها السليبة كل الأعداد المجبة وكل العداد السليبة يعني كل الأعداد بس معدد صفر ما قالش الصف كل الأعداد معدد صفر دي بنرمزله بالرمز ها ستار السؤال الثاني بيقول لي العدد الغير نسبي الذي يقع بين العددين لنسبة كل الثالثات. هل التمانية ما بين الستاشر والخمسة وعشرين لا طب دي خليها دلوقتي ودي خليها دلوقتي هل العاشرة ما بين الستاشر والخمسة وعشرين برضو لا طب فاضل دي ودي الاربعة تدخل جوه ستاشر ستاشر في اتنين باثنين وتلاتين لا اكبر من الخمسة وعشرين فاكيد هي دي وتعالى نتأكد منها تلاتة تدخل جوه تلاتة في تلاتة بتسعة في اتنين بطمنتاشر تبقى فعلا ما بين الستاشر والخمسة وعشرين الثالث يقولي الفهو هو جذر التكعيبي للتسعة و الأ4 رائعي أنه جذر التكعيبي للعرفية يكون 2 و Engineer 9 ер 9 ونجعل الجذر التكعيبي للفهو سيكون جذر التكعيبي للثمانية وجارين 3 حاليا أنه أجبب رقم 4 بيقول لي أي من العداد الائتية النسبية يقع بين 5 و 2 على 5 لو تلاحظ كل المقام هنا 10 فأنا برضو هخلي المقام هنا 10 عشان أخلي المقام 10 عضرب 5 في 2 فتبقى 10 و 1 في 2 2 في 2 2 في 4 و 5 في 2 في 10 إيه المحصول ما بين 2 من 10 و 4 من 10 اللي هي 3 من 10 السؤال الخامس بيقول لي إذا كان 1 على ألف وألف على جزر 5 عددين حقيقين يقعين بين 0 و 1 يبقى ألف المفروض تكون كامل طيب عشان يقع ما بين 0 و 1 لازم نجرب نحط ألف مثلا بسالب 2 هتبقى سالب نص أكيد السالب نص دي عدد سالب ما بيقعش ما بين 0 و 1 فالإجابة دي ما تنفعك أحط الألف بواحد 1 على 1 في الواحد برضو هو عايز اللي يقع بين 0 و 1 فده ما ينفع أحط الألف بجزر 5 بس ما تجربهاش هنا جربها هنا تبقى جزر 5 على جزر 5 برضو فيها الواحد وهو عايز اللي يقع ما بينه وحط الألف باتنين تبقى واحد على الاتنين نص النص فعلا يقع ما بين الصفر والواحد فهي دي اللي هتبقى صح السؤال الثاني بيقول لي أكمل ما ياتي رقم واحد نون تقاطع نون داش الأعداد النسبية مع الأعداد الغير نسبية يبقى أكيد فا مجموعة حل المعادلة في حهل للمعادلة سين تربيع زايد 4 حيزا أقول لك قعدة أول ما تلاقي قس 2 كده وزائد يبقى الحل في في على طول ليه بقى؟ تعال أقول لك ليه سنبدأ par 4 4 6ا0 تقاطع حهل المجابة أعداد سالبة ومجابة يبقى فا رقم خمسة مجموعة حل المعادلة السينوس ثلاثة نقص ثمانية بتسوي صفر نود التمانية دي بالموجب وبعدين ناخد الجزر التكعيبي للطرفين جزر التكعيبي للتمانية اتنين يبقى مجموعة الحل بكام باثنين وبكده بيكون انتهاء اختبار تركومي رقم ثلاثة اتمنى تكونوا استفادتم من الفيديو يا شباب وبأكد ان الاسئلة دي مهمة جدا لان كلها اسئلة امتحانات سنوات سابقة يعني كل ده في سنة تلاتة وعشرين فمهم جدا الاختبارات دي كأنك بتحل امتحانات من دلوقت ما تنسوش دعموك بلايك وشير وسبسكرايب وبالتوفيق شباب وشكرا وسلام الله عليكم